لكن بالتأكيد حضراتكم مهتمين جداً بكل ما يحدث في الغربال صفقات وإعارات وشائعات كلام كتير الفترة اللي فاتت عن صفقات النادي الأهلي إعارات النادي الأهلي تعاقدات النادي الأهلي وكأن على الساحة مفيش إلا النادي الأهلي مفهوم إن الناس تهتم بالنادي الأهلي ومفهوم إن الجرائد ما بتبعش إلا بالنادي الأهلي ومفهوم إن البرامج حتى الفضائية ما بتكتذبش نسبة مشاهدة عالية إلا عن طريق النادي الأهلي والاهتمام بأخبار النادي الأهلي ده كل كلام على المستوى المهني والإعلامي مباح ومتاح لكن يفترض إن يكون فيه قدر معين من المصدقية يفترض إن يكون بيراعي إلى حد كبير جداً حقيقة ما يحدث لكن لما أجأ بص ألاقي مفيش حد بيتكلم على أي علاقات أو أي انتقالات أو أي حاجة إلا عن ندي الأهلي وباستمرار كلها تقريباً مش موجودة ولما تشوفوا الخبر وحقيقته هتكتشفوا إن المسائل كلها تقريباً غير ما هو متصور وغير ما هو مطروح للحقيقة الغربال فيه أكتر من حاجة مهمة جداً إذا كان فيه موضوع الصفقات والإعراض والإشاعات اللي حنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل لكن كمان فيها قضية القوى النعمة عارفين حضراتكم الأهل والزمالك نهاية دور الأبطال أفريقيا 27 نوفمبر الهيئة الوطنية للصحافة مشكورة أطلقت مبادرة لا للتعصب وطلبت كل الصحف وكل المواقع في تغطياتها للأهل والزمالك في الفترة دي إن تحط سلوجاً لا للتعصب مفترض إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي هتكون معنية أيضاً بمتابعة محتوى الإعلام الرياضي في الفترة الحالية لضبط الإقاع في هذا الاتجاه وده اللي تكلمنا عنه الحياة في الحلقة الماضية من مالك وكتابه قلنا ده لازم أن يطلع دلوقت ده لازم الناس تاخد بالها بأهمية الحدث وأهمية تأثير هذه المباراة لأنه أنت بتتكلم على نهاية دورة أبطال أفريقيا بتتكلم على بطولة هتؤاهل لكأس العالم للأندية بتتكلم على إنه نهاي أفريقي لأول مرة يحدث في تاريخ القارة إنه الفرقتين اللي بلعبوا المباراة النهائية من دولة واحدة فده حديث الناس كلها حديث العالم كله إنه فيه فرقتين من بلد واحدة يلعبوا على نهاية دور الأبطال الكرة قوة نعمة أو المفترض كرة القدم بشعبيتها ومكانتها من الحاجات الأساسية في القوة النعمة أو مكونات القوة النعمة لأي مجتمع هقول لك على أبسط الأمثلة في مقالات الزملاء الكبار نقاط الرياضين في التأكيد على قيمة الحدث عشان لما حد الفترة اللي جاية يشز عن القاعدة أو يحاول يأثر في الاتجاه السلبي تبقوا عارفين إن دي مش القوة العقلة القوة العقلة إنه ندرك قيمة ما لدينا قيمة ما لدينا إنه نحن عندنا فرقتين كبار بيلعبوا نهاية دور الأبطال السيد حسن مستكاوي يمكن آل في الشروق نعم كرة القدم في أي دولة يمكن أن تكون قوة نعمة وهي كذلك في أسبانيا وفي إنجلترا والأهل والزمالك من أهم القوى النعمة في مصر ولا شك أن الفنون بمختلف أشكالها سينما والتلفزيون ومسلسلات ومسرح وموسيقى غناء وثقافة هي كلها من القوى النعمة وبيقول الأستاذ حسن المستكاوي أيضا في مقالاته بيستشهد ببعض الحالات اللي حصلت في إشهادات الدول العربية الشقيقة بقيمة الأهل والزمالك وتأثير الأهل والزمالك علشان ينبهنا لقيمة ما لدينا إحنا عندنا قوى نعمة مهمة جدا عندنا طرفين لنهاء الدوري الأبطال وبيتذكر الأستاذ حسن المستكاوي بقول أذكر أن محمد بن جلون مؤسس نادي الوداد المغربي قال يوما كانت لقاءات الأهل والزمالك بالنسبة لنا منشورا وطنيا يبصوا فينا روح العروبة وقال محمد بن قاس المزواوي أحد المؤسسين لنادي مولدية الجزائر الأهل والزمالك وراء تأسيس الأندية الجزائرية بشكلها العصري مثلنا مثل كل البلاد العربية الأخرى دي على قيمة الأهل والزمالك زي ما بيقول حسن المستكاوي